نعنوين إلى التفاصيل حيث بحث رئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على هامش نعي قادم مؤتمر برلين تطورات الأوضاع في ليبيا مؤكدا على أنه لا سبيل لتسوية الأزمة إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارة واضحة ومحددة من جانبه أعرب بومبيو تطلع بلاده لتكتيف التنسيق المشترك مع مصر بشأن القضية الليبية وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي وخبرتها بالملف الليبي أتطرق اللقاء إلى ملف سد النهضة حيث أعرب رئيس عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة معنبا عن تطلع الاستمرار الدوري الأمريكي في هذا السياق بما يحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه أنيل لتحليل أوفة تنضم إلينا في الستوديو الكاتبة والمحللة السياسية دكتورة سماء سليمان برحب بحضرتك في الستوديو القاهرة والناس أهلا بك أستاذ هاج المباحثات ما بين رئيس السيسي ومايك بومبيو أخذت شقين الشق هو الملف الليبي والتطورات على الأراضي الليبية وأيضا الدعم والوجود الأمريكي لقضية ملف سد النهضة كيف قرأتي أتعامل المصري مع الملف الليبي وأيضا الأمريكي مع ملف سد النهضة هو الحقيقة أن هذه التصريحات قدل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر برلين ده بيعكس اهتمام القيادة السياسية بالقضية الليبية وده ليس خافيا عن المراقبين ليبيا هي امتداد للأمن القومي المصري وأن قضية ليبيا هي لها الأولوية على الأجندة السياسة الخارجية المصرية وبالتالي مصر بتتابع كل التطورات اللي بتحدث وهي هدفها الأساسي لاستقرار وحدة الأراضي الليبية وحماية الأراضي الليبية من أي جسد خارجي الحقيقة أن مصر بتهدف لتحقيق هذه الأهداف للشقيقة ليبيا بكافة الوسائل الدبلوماسية والدعم العسكري لأن مصر دعمت الجيش الليبي بشكل كبير أيضا مصر يعني على داها هدف أن الجيش الليبي يبسط سيطرته على كافة الأراضي بما فيها ترابلس اللي عليها الخلاف في الفترة الحالية واللي هي ترتب عليها اجتماع موسكو ثم مؤتمر بلين حاليا مصر مستمرة في الدعم للقضية الليبية وأيضا في دعم الاستقرار في القضية الليبية مصر دلها محوري للغاية لأنها دولة محورية وإقليمية كبيرة وتعلم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا ولذلك يأتي دايما التنصيق مع مصر لو إحنا هننتقل للملف سد النهضة بيتوازى بالصدفة في التوقيت ما بين المؤتمرين وبين التطور على كلا الجانبين الولايات المتحدة الأمريكية ما فيه شك أن دورها مهم جدا في رعاية المفاوضات الحاصلة حاليا أيضا يمكن المراوغة اللي قامت بيها أثيوبيا وكلنا تابعناها في الفترة الأخيرة ومنادتها بوساطة من جنوب أفريكا ده فيه استفزاز للجانب الأمريكي أن هي بتبعت برسالة بأنها بالفعل بترغب في مزيد من المراوغة وعدم التوصل لاتفاق لكن ما تم الاتفاق به لحد الآن من الجانب المصري وخاصة فترة المنق والتخزين وده أعلن فيه في اجتماع واشنطن في 9 ديسمبر دي برضو من المكاسب اللي إحنا حققناها ويمكن وزير الخارجية استبق هذه الخطوة بأن لو ما درناشن وصل الاتفاق هنفعل البند الخاص بالوساطة فأنا أعتقد أن إحنا لحد الآن ماشيين بخطوات ثابتة جدا وبتوقع نكون في نتائج جيدة مستقبلة